رجل الله أحبائي رجل مقدس مش عايش لرغباته ولا شهواته ولا النبوات بتنزل عليه أو كلام الله لتبرير مواقف معينة حيواتها رجل الله رجل مقدس اللي بيمشي بحسب شريعة الله بيتبع وصايا الله بفعلا عاوز يكرم ويرضي ويمشد الله مش بيتغير بحسب الأهواء وبحسب الظروف وبحسب القوة عنده كلمة قوية بتعرفوا الكتاب المقدس قال عن يعني الامتداد الإرسالية إنه الإنجيل لم يسر بالكلام بل بآيات بقوات بعمل الروح القدس فيه براهين واضحة فالشخص اللي عاوز ييجي برسالة عاوز ييجي بنبوة ولسية مجديدة لازم تستحب كلامه قوة وبالذات إلى أيامه ومعاصره إنه يشهده ويقوله فعلا هذا نبي من عند الله فعلا هذا الرجل مقدس فعلا حياته الأدبية والأخلاقية توافق كلماته توافق سمعته وتوافق أيضا شهادته مكتوب عن أليشع رجل الله مقدس المقدس يعني منفصل عن الخطيئة والعالم مش عايش حتى يجمع ويكدس الأموال والنساء والطمع والأوثان ويغير رأيه من فترة لفترة تنزل مثلا عليه كلمة يرجع يغير فكره لا فيه وضوح رجل مقدس واضح طاهر نقي رجل مقدس منفصل عاوز يردئ الله بكل معنى الكلمة حتى شو ما صفت تصفي في هذا الوجود هذه كانت واحدة من مواصفات رجل الله إلي